العمل العلمي في أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية يقيمه المجتمع نفسه وبمناسبة مروث ثلاثين عاما من تأسيس التلفزيون الوطني الكديد فقد استطلع زميل عباس أباكر مصطفى انطباعات بعض المواطنين حول هذه الذكرى نتابع يجب أن يفكر فقط التلفزيون الموجودة الفئة في شعر الناس الشيئة الجماعة الأسعى في شعر التلفزيون الناس بسيطة جدا والعلا هلو؟ العلا التاليين حاليا التلفزيون الموجودة في التلفزيون التاليين التلفزيون يحتاج لكادر صراحة والكادر حاليا تشغل فقط التلفزيون بالدولة مع أحد لنا هو أحد نفسها وفاتوا شباب فاتوا ودرسوا بطريقتهم ومطوروا نفسهم ومجوا ليصل على شعر التلفزيون أنت تشغل على شعر التلفزيون الناس الفيحة في وقتها حتى انتبع نحن وأنت لاحقا في العلم عني وأنت تحبير في المتحدة تتحبون أكثر، كل سين، أو دوقنا أكثر اتنى ثقافة الإجابة فالحق الإ�� اليوم على بعض الآخرى من أنlide عجباني لكن يبدو من الحصول لاحقا أكثر أنت تجمع الاستطاع أولاً، ونحن نتجد أشياء الناس وعادة التخاليدة يجب أن تدخلوا ويشفوا 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 شيء تخير كثير مثلاً أولاً، أنني لا أسكت بسكولاتي في ساتيليك بسكولاتي في ساتيليك عالم كله يشعر يعني شيء يدمران أمام العمزين في الأشياء والعربية وفي أشياء أن تتعارف الأكتب لكن يوجد قبل أن نتجد أن أتسااق ومن سناعة من الأشياء ومجل ستساقياً ومجل ستبقى كيف يحصي إلى المطاة أشياء كيف يساقياً؟ أشياء يقول أن يجب أن يكون حيص Earnamental . يجب أن يجب وأحفي ويجب أن يكون الإجابية إن أحدى يعود أنه يجب أن تنكشم أن ننكشم أن تنكشم أن تنكشم أن نحن نحن في العالم لماذا تنكشم أن تنكشم أن نحن يكن نحن في العالم ترجمة ترجمة نانسي قنقر 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 متابقى في بلئك تلوي على الطبي العام تأتيب الكلام المسلمين الذين يمكن أن أخذواه لغاية داخل ببنار في التالي ومنهم يتم تحتوي على القرآن يوجد اشخايا وانتعارنة اللغة بالكالية أو من المتابق إليه للتالي يريدون الهاني لن تستطيع المتابق كيفية، أو أنت؟ أو أنت؟ أو أنت؟ المتقسم أنه سنوات على مستكتبه للترونة اعتبرت بحثة، ممتد أنت؟ لأنني أعتقد أنت يجب أن يتوقع 18 أولاً فرصة لكي يحصل على المستقبل ولكن من يتوقع الآن لا يوجد إليها تركيز عديدة لن يتوقع أولاً وي توقع الآن يجب أن تجربة إلى المقاعدة ومن كل ما يفعله فكام بالتكامل خلال الأكوب ونحن نهاية الخطأ فهي لا يزالك في الموقع فهي لا يزالك لتنمو وضع لنا ومن ذلك ونحن نشارع ونحن نحن 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 على تشاهد أكثر في تشاهد أعتقد أنها تشاهد ونحن نحن 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 كما نحن لا يحبون المحطة كلا تشوير من المراجعة كما نساء بالطبع من الكلامة يجب أن ندري المحطة والأغرافة بكلامة تتسجي لأولتهاء سنوات الآن لا ينسون هذا في تلتشعر ونحن نسمع هذا فيزيز وهذا ما يجب أن تفلقه المترجم للتلتشعر هي اطفق للمشاهدة في عدره ودفنه ومعاته هذه المترجمات لتناولة في هذا المدينة في الناس ترجمة نانسي قنقر اشخاص قدموا الكثير للعمل العلمي وما زالوا يقدمون حتى هذه اللحظة ومن ضمن هؤلاء الاشخاص السيدة سوريا محمد برمة الزميل ادم حسن مكاوي زار السيدة سوريا محمد برمة في منزلها واصلط عليها الضوء في هذا التقرير اكثر من ربع قرن من العطاء في بلاط صاحبة الجلالة الاعلام هو عنوان هذا الفصل وهذه الحكاية التي كانت وما زالت في كان في هذا البنيان الرصين الثلاثيني تقمل رواية الحكاية في عصرين وربما انشأت الاقدار اكثر انها المرأة الحديدية انشئت سمها ثوريا محمد برمة ذات الاثنان والخمسون من العمر سيدة جمعت بين الاسرة والقلم فانصفت بين كليهما لتكون نموذجا ناجحا لتلك المرأة الصحفية ولدت السيدة الثرية محمد برمة سنة 1965 بمدينة ابشة ودرست المرحلة الاساسية والمتوسطة فيها ومن ثم واصلت دراسة المرحلة الثلوية في جمهورية السودان وتحصلت على الشهادة الثلوية العامة عام 1908 لتعود بعدها الى ارض الوطن لتواصل دراستها الجامعية بجامعة تشاد انذاك المعروفة الان بانجمنا في تخصص لغة وبعد الانتهاء من دراستها الجامعية امتهنت الاعلام كعمل لها وذلك نظرا لمواهبها المتعددة منذ ايام الدراسة في هذا المجال فانخرطت بالعمل في جريدة الوطن عام 1984 وبعد بضع سنين وتحديدا عام 1991 انتقلت للعمل في التلفزيون الوطني في قسم التحرير والاخبار والبرامج كمتحدثة باسم شقيقاتها من النساء في حلة جميلة عرفت ببرنامج صوت المرأة الذي كانت تقدمه عبر شاشة التلفزيون عام 1994 فاستطاعت عبر هذه النافذة ان تفتح الرؤى والافاق أمام النساء كما اكتسبت السيدة ثورية مهارات أكثر في مجال الإعلام بعد أن بعثتها الحكومة في ذاك الزمان إلى كل من دولة اليابان وجمهورية مصر العربية للقيام بدراسات مكثفة في الصحفة العامة فأسهم كل ذلك في تكوين ثورية محمد برما التي هي اليوم أم لخمسة أبناء وصحفية متمرسة عاشت وراء كواليس التلفزيون أو بالأصح الميكروفون أكثر من 26 عاما بداية العامة كانت بداية موفقة وبالرغم من عدم الإمكانيات يعني كنا موشيين حالنا التلفزيون ذاته كان عبارة عن غرف غرف يعني مبنية ما زي حسين الحمد لله يعني الطوار وكذا لكن الحمد لله برامجنا ماشية وأي حاجة يعني كانت على ما يرام حتى الناس اللي بيشوفوه يعني كانوا دايما بيجي بقدموا لنا يعني بيشكروا فوقه كذا وبيشكروا في الصحفيين الشغالين كان تابع للرأسة وكان يعني زي ما تقول الحكومة الزمان دي مغيّدين ما نقدر نتكلم ساكت لو تكلمت أي كلمة مثلا ساكت بعد شوية تلقى نفسك محاصر من هنا وهنا ولا أخ ترفضت من العمل ولا كذا عشان كذا دايما كنا نعمل حسابنا في المجلة يوم تلو الآخر كانت فيه ثرية الشابة النشطة روحيا ومعنويا لم تتوانى قط في مزاولة العمل رغم تقدمها في السن وها هي اليوم إذ تحدثنا عن تاريخ التلفزيون وهي طريحة الفراش بسبب تعرضها لعلة في السق ولكن رغم كل ذلك قبلت هذا اللقاء لتحتفل بمناسبة مرور ثلاثين عاما ربما كانت فيه الشائدة على أكثر ما جرى في عقديه والله في تطورات كثيرة حصلت يعني حسي عندك زي التلفزيون الحديثة البنولينا من 12 طابق دا دا ولا كنا قاعدين حلموا بيو يعني بقين حسي زي كأننا وزي الدولة التانية كأنك انت في مصر كأنك في اليابان كأنك في الكاميرون يعني بتشعر بأنك يعني بقيت يعني حاجة فوق 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 يعني زي ما يقدر يتصورها وإن شاء الله يعني بالطريقة هذه العمل حيكون ماشي في تغدم وإزدهار والصحفيين الشغالين ذاتهم يعني زوية مستوى عالي العصر الرغم دانا ما سي محتملين لأسي زماننا ذات حاجة يسمى عصر الرغم ما فيه شغالين بكاسيتاتنا وبكاميراتنا الكبيرة القدر الأوبيد ده بس أما الآن؟ أما الآن الحمد لله كاميرات وحاجات كده متطورة وأشياء كده يعني الوحي ذات ما يقدر توصفها المرأة العاملة في مجال الإعلام اختصتها السيدة ثورية بالقول مثلا انت كان عندك رغبة ده كانت شنو كله تقدر تسوي جهز أي حاجة في البيت وجه تجي تلقيها لأولاديك وليزوجك وكده وبعدين العمل الصحفي دائما يعني لازم أنت تكون مضغنة فوق مضغنة فوق عشان تقدر تأدي الرسالة للمجتمع الصبر والمثابرة وإتقان العمل هي كانت نصيحة ثورية لزملائها الإعلاميين سواء كانوا من الجيل السابق أو الحالي أما أنا فقد استفدني المخضرمة هذه بنصيحة لا أظن بأني سأفصح عنها حتى لا أخل بمادتي أدم حسن المكاوي التلفزيون الوطنية تشعدي ترجمة نانسي قنقر 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 لحبا في 2009 لت تصنع تفتح لك في العمد منها سوريا معمات برما تزمت فيها منطقات تجهر في العمد في عملية بالنظر تتحر في هذه المثلت سوريا عمد بالتفاق سوريا كان لديه وانتقار لتزهر فيها لق relating to الى المنزل لتلقى عليها استخدمها لقدها أشعر على شرح أنها الى المنزل لديه أن تشعر أخبرها لأنها تشعر تشعر أنها تشعر Il faut rappeler que Souraim Ahmad Bourman est née en 1965 à Abecher, mariée, mère de cinq enfants dont deux garçons. La maman de la rédaction de la télévision nationale tchadienne compte se rétablir pour la suite de sa mission, celle d'informer le public. Depuis le 5 octobre, la télévision et la radio sont gérées par une direction. Général, nous avons entendu notre micro au nouveau directeur, Général Bukha Sanda, qui décline ici les défis de la radio et de la télévision. Suivez. Il faut reconnaître que les défis sont énormes parce qu'aujourd'hui, l'évolution technologique fait que les choses avancent très rapidement. Et au niveau de la télévision, tout comme au niveau de la radio, nos défis se posent en termes d'évolution technologique. D'abord, dans un premier temps, parce que là, qu'il s'agisse du contenu des offres audiovisuelles que nous donnons, que nous présentons au public, qu'il s'agisse de la qualité. Vous aurez l'intégralité de cette interview dans nos prochaines éditions. Merci d'avoir regardé cette interview. Merci d'avoir regardé cette interview. Je vous remercie. 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 J'ai une réunion. العلاقات بين البلدين ونؤكد لكم رغبتنا الصادقة لتعزيز وتقوية هذه العلاقات لصالح بلدين وشعبين تقبلوا فائق احترامنا وتقديرنا إدريس دبيتنو رئيس جمهورية الشاد ورأس الدولة إذن أسيدات وسادة بقراءة هذه البرق يكون قد وصل بكم إلى نهاد هذه النشرة الإخبارية العربية الخاصة بمناسبة مرور الذكرى الثلاثين من تأسيس التلفزيون الشادي ونحن بذلك المناسبة نقدم التهني الإجامي الصحافيين في التلفزيون وفي الإزاعة وفي كل بلاد العالم بلاد المناسبة ونتمنى المزيد في العوام القادمة زميرانجل ce message avant de nous séparer du chef de l'état إدريس دبيتنو à son excellence monsieur Rochmark Christian Caboret monsieur le président et chers frères à la commémoration du 57e anniversaire de l'indépendance de votre beau pays le Burkina Faso le 11 décembre 2017 m'offre l'agréable opportunité de présenter votre excellence au nom du peuple tchadien de son gouvernement et en mon nom propre mes vivas et chaleureuses félicitations je saisis cette heureuse circonstance pour apprécier les excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos états et vous réaffirmez ma ferme volonté à œuvrer davantage de concert avec votre excellence au renforcement de ces liens au bénéfice mutuel de nos deux peuples frères veuillez agréer monsieur le président et chers frères à l'assurance de ma très haute et fraternelle considération ce message est signé Idrissa Debit au président de la république et chef de l'état voilà mesdames et messieurs ici se referme à cette édition spéciale à 30 ans de la télévision nationale merci à vous de l'avoir suivi bon chocat de l'assurance merci